إيمانا بأن المجتمعات لا تتقدم اقتصاديا إلا بوجود جهات رغبية تتضامن كليا مع مؤسسات التعليم العالية إلى جانب الضرورة الملحة لتوضيد أسس التعليم العالية النوعية في الوطن العربية جاءت إقامة المؤتمر الإغليمي الثالث للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالية يأتي مؤتمرنا هذا وسط تحولات يشهدها العالم العربي تتطلب تضافر جهودنا لكي تحقق دولنا العربية ما تصب إليه من تطور يعتمد بالدرجة الأولى على العنصر البشري جميع الدول المتقدمة بدون استثناء تهتم بنوعية التعليم اللي يقدم لأنه سينعكس على هذا جودة المخرجات من مؤسسات التعليمية وجودة المخرجات اللي مبنية على نوعية التعليم هو الضامن الوحيد لتحقيق كل ما يتعلق بالتنمية في أي بلد ضمان جودة التعليم والذي يعد عمادا أساسيا تستند عليه التنمية المستدامة بالإضافة إلى مشاركة الخبرات العربية في مجال تطبيق الاستراتيجيات الحسنة أبرز الثمار التي سعى إليها المؤتمر الجودة في المملكة العربية السعودية أو حتى كهم مشترك في دول الخليج والعالم العربي أصبح ضرورة بالنسبة لنا متابعة العمل الأكاديمي كيف يصير وفق معايير الجودة وفق تطبيقات الجودة وفق أحدث وسائل التعليم وطرق التعليم الشراكة الفعالة بين الهيئات الوطنية لضمان جودة التعليم ومؤسسات التعليم العالي من ناحية والحكومة من ناحية أخرى أهمية قصوى يؤكد عليها خبراء جودة التعليم تأصيل فاعلية مؤسسات التعليم العالية والدفع بقدرتها على تكوين مخرجات تحقق مقاومات رأس المال البشري القادر على المساهمة في التنمية موضوعان آخران تخلل جلسات المؤتمر لتلفزيو المجلس عبدالله العنزية